السلام عليكم الإخوان والأخوات كديري اللبس عليكم كتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بالنسبة للفيديو ستعرفون مع الطريقة الصحيحة للتشجيل في المنحة ديال التعليم العالي بالنسبة للموسيم الجاي ان شاء الله الفين وربع وعشرين الفين وخمس وعشرين بالنسبة للشروط ديال التشجيل انخليها لكم في صندوق الوصف اللي بغي تعرفها للشروط قبل مية تشجيل الموم دا بك اندخلوا لهذا الموقع اللي هنخلي لكم بطبيعة الحر رابط في صندوق الوصف وغدين توجه لهذه الخدمات الإلكترونية وغدين تلكوا على إيداع الطالب من بعدها الأخوات هنا كتلع لنا هاتصفاء هنا عدنا جوش تختيارات باش نتشجله إما بالسجيل الوطني للسكان إما بالبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للهات السجيل الوطني للسكان اللي ديجا تشجلتوا فيه مع العائلة ديالتكم وكل شخص أولا كل فرض أولا عنده واحد المعرف الرقمي المدني أولا الاجتماعي بالنسبة لاختاريت هاد البطاقة التعريف الوطنية خاص ضروري يكون عندك هاتف كيدعم خاصية للن افسي والتالي شارجيو ح التطبيق اللي هو هوية الرقمية كما تلاحضوا معي في الشاشة أهو أطلع لكم دابا ندزوحنا للطريقة الأولى تشجله غير من خلال السجيل الوطني للسكان حيث الخوت هاتطريقة كان مسح أي واحد اللي مسجل في السجيل الوطني للسكان يدير هاتطريقة سهلا بزر وضروري تحصل على المعرف الرقمي المدني الخاص بكتايا الخاص بكتايا ماشي برب الأسرة حيث كلاا فرد من أفراد الأسرة عنده معرف الرقمي المدني من بعدها الخوت هنا يا غير ندخلونها من 10 dü surgeons هنا ندخلهم هذه المعلومات اعلى وعمل للمجمع الأسرة حيث الziej jochron والتأ collaborative والمعرف الرقمي المدني والجني وندخل هذا الرمز ونقلل على دخول لكن ما تلاحظ معي يطلع لي هذا الميصاج يعني شي يقول لك أن يدخل الرمز اللي تم الإرسال دياله إلى هذا الرقم هناك يعطوك أربع أرقام من الأخيرة من رقم الهاتف وهذا الرقم هنا هو ديال صاحب رب الأسرة أو اللي يدفع الضوصي لهذا السجل الجماعي الموحد هنا غيوصلوا لواحد الميصاج في اس ام اس غاديدخلوه هنا ومن بعد غاديدخل تتعلي هاد إغلاق هناك يطلع لك التصفح اللي تدخل فيها ذلك الرمز اللي متكون من السادي الأرقام وغاديدخل لك على هاد تحقق من الرمز مباشرة كتطلع لك التصفح على هاد شكل هالتصفح تلقى فيها المعلومات الشخصية ديالك الرقم المصار الاسم الشخصي ديالك الاسم العائلي البريد الالكتروني وكذلك تلقى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وتلقى تاريخ الإزديات وتلقى الجنس ديالك صافي انت تتأخر مرحلة تدير هنا هي يدخل هاد الرمز اللي طالع لك في أسفل الشاشة وهدي تكليكي تشجيل الطالب هدي اللي بالخطة من بعد كندزول هاد المرحلة الاخيرة اللي غادي انتل شرجي فيها الوصل ديالنا وكما تلاحظوا مع هاد المساج اللي بزرق هاد الطالب تمت المصادقة عليه ويمكنك الان تحميل الوصل الخاص بك وكذلك هاد طالب ديالك ره مازال غايتم الدراسة ديالتو وغادي يخبروك بلماء ديالو بالنتيجة النهائية واش مقبول او لا سوف تدير شرجية الوصل ديالك ونصيحة هاد الوصل الحصاف ديالي رح فيه رقم تتبع الطالب وهكا تكون تشجلتي من خلال ديك الطريقة اللي اللي هي السجيل الجيماعي الموحد ده بندزول الطريقة التانية اللي بغي تشجل من خلال بطاقة التعريف الوطنية اللي عندو تطبيق الهويتين رقمية وعندو الخاصية ديال ان افسي في الهاتف ديالو نفس الحاجة ندخل ده برق المصار والمعرف الرقمي المدني والإججماعي هاد يطلع لي هاد تصفح على هاد الشكل انت ما عليك هنا يلا دي تضغط على هاد لقد قرأتوا وأوافقوا على شروط الاستعمال كما تلاحظوا معايا هاد الزر وغاد تضغط على اوافق كما تلاحظوا معايا ضرورات كليكي لهاد ان اوافق هنا عندكو جو طريقات من خلال تعرف على الوجه او لا من خلال المصادقة بالبطاقة الوطنية التعريف الالكترونية من خلال الرمز البين انا كما تحكم الدزول هاد طريقة التانية الطريقة اللي ولا فيها بعض المشاكل دزول هاد طريقة اللي يقلنا من خلال رمز البين ديال البطاقات تعريف الوطنية من بعدها فاشكا تخسر هاد الاختيار غادي يعطوك هنا تسكاني هاد الكوطبار اوكي الخوط هنيا غادي تفتح دابت تطبيق ديالك ديالهوية الرقمية اللي انستاليتي في الهاتف ديالك كذلك تجيل هنيا المسح التلقائي هنا كما تلاحظوا معايا غادي تسكاني ذاك الكوطبار اللي طالع ليكو من بعدها مباشرة يقضع بطاقتك بحال هات الشكل هناك يورك كذلك التعليمات ضع بطاقتك على ظهر الهاتف كما تلاحظوا معايا غادي تسنى شوية هنا غايتم المصادقة عليها ما عليك دابة إلا تنصادر كما تلاحظوا معايا مصادقة ناجحة وغادي وجهك مباشرة لهات صفحة انت ما تدير والو هنا مباشرة توجد الهات صفحة هات صفحة راها تلقى فيها رقم مصار ديالك الاسم الشخصي الاسم العائلي المعرفة الرقمي المدني والجماعي وكذلك تاريخ الازدياد والجينس انت ما تدخلت شي حاجة انت تعود تأكد من هات المعلومات اللي طالع عليك هنا اياه اذا ما تبقى اخر مرحلة اللي هي تدخل هات الرمز اللي طالع عليك في الشاشة هات الرمز اللي طالع علينا هنا غادي ندخله وغادي نكليك على تشجيل الطالب من بعدها غادي نتسنى شوية وغادي وجهنا على تصفحة هات صفحة هات يقولك هذا الطالب تمت مصدق عليه ويمكنك الان تحميل الوصل الخاص بك صفحة جيتات كلكها لها تحميل الوصل الخاص بك وغادي اتدل شرجة معك الوصل وكيكون عليها وكتلقى فيه كذلك المعلومات الخاصة بك كما تلاحظوا معي رقم البطاقة التعريف الوطنية المعرف الرقمي الاسم الشخصي الاسم العائلي انا كذلك كتلقى رقم تتبع الطالب هات الرقم حاولت تحصفض عليه حيطراها ما زالت تحتوش تقابلتي في المنحة للتعليم العالي او لا لا هات يكين في هذا الفيديو وهكا تكونوا تشجلتوا في المنحة للتعليم العالي وهات يالخوط داب اللي كين في هذا الفيديو نتمنى يكون اعجبكم لا تنسوش الاخوط تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس باشي لا تحطيت اي مواضع عليها تشكلي وصلكم على شكوم نونتيفكاسي او لا اشعار في التلفون ديالكم يا الله السلام عليكم اطلاقوا في فيديو جديد